موسيقى طلب أحد السادة الأعزاء المشاهدين سؤال مكون من ثلاث أجزاء وقال لقاتي هو كان بيسكن في محافظة انتدب لمحافظة أخرى وفي المحافظة الأخرى ديت وأثناء فترة انتدابه تزوج وأصبح له أسرة وأقام في المحافظة الأخرى قال لي مدة النتب هتنتهي وأنا مش عايز أرجع للمحافظة الأولى لإني خلاص أسرتي بقت مقيمة في المحافظة الثانية عايز أعرف يعني نتب ويعني نقل ويعني إيه مصطلح في الواقع العامل يقسمه لمي الشمر طبعا عشان يجاوب على ثلاث أسئلة دولت يستحيل أعمل لك حلقة واحدة الحلقة واحدة ممكن تخش في حسبة نصف ساعة فهقسم لك الإجابة على ثلاث حلقات صدر قانون الخدمة المدنية واتكلم في المادة 33 منه عن النتب وصدرت اللايحة بتاعته واتكلمت في المواد من 108 إلى 115 عن النتب قبل ما بدأ أشرح لك عندي النتب تعالى أحكي لك على وقع أسيرة في اسكندرية وصلت المحكمة الإدرية عليها كان في وقت موقعات تم تعيين موظفة في سنة 79 ولما تعينت تعينت في ديوان عام المحافظة الثاني يوم احتاجوا لموظفين في الإدارة الجوازيات والجنسية التابعة لوزارة الداخلية انتضبت من المحافظة لوزارة الداخلية اشتغلت هناك لجنة شؤون العاملين ما اخترتهاش بنهاية النتب او اخترتها ولكن الموظفة طلبت تجديد النتب وكانوا بيفقولها رغم انه النتب مؤقت مهم استمر الحل على الوضع دوت لمدة حوالي 16 سنة لحد ما طلع حد قال لها لا ده مش قانوني ووضعك مش قانوني وقال غالها النتب طبعاً الكرار دوت لايئها جداً وباتهل طعنت عليه قدام محكمة الإدارية طبعاً محكمة الإدارية معروف ان هي مختصة بالموظفين من الدرجة الثالثة لحد تحت طبعاً لما رفعت القضية قدام محكمة الإدارية محكمة الإدارية حكمت بعدم اختصاصها وراحت احالتها لمحكمة القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري مختصة بالموظفين من الدرجة الثانية والأولى والفوق محكمة القضاء الإداري في اسكندرية رفضت الطعن بتاعها كلام ما عجبهاش طعن على الحكم دوت تستقنف قدام محكمة الإدارية العليا محكمة الإدارية العليا قالت لقتي الندب دي حاجة مؤقتة ومش من حق الموظف حتى لو طال بيئ الأمد دي حاجة مؤقتة بطبيعتها تماما لأنه نص المادة 33 اللي احنا هنعرفه فيما بعد كان له نص مشابه في قانون العميل المدنيين بالدولة تمام؟ تعال نخش الندب ونعرف أول نقطة وهي مين الجهة المختصة السلطة المختصة في الوحدة المنتدب منها الموظف اللي هي هتكون لجنة تنمية مويلة لدى البشرية في الجهة اللي هي الموظف كان متعينة لها أصلا وهيه ينتدب ليجيها أخرى النقطة الثانية ايه أنواع الندب ممكن الندب يكون كلي هنقلك من محافظة لمحافظة تقوم بشغلك كامل في المكان دوت ندب جزئي مطلوب منك جزئية معينة تعملها ندب في غير أوقات العمل الرسمية أحيانا بيكون في بعض الوظائف متاح فيها الموضوع دوت في البعض مش متاح فيه ثلاثة مدة الندب أربع سنين فقط ما يزيدوش خلي بالك كثير ما بنشوف في الواقع العملي إنه الندب ممكن يكون ياخد شكل جزاء مقنعة إنه واحد يبقى في البحيرة ينتدب ليه اسكندريا لا خلي بالك الموضوع دو هتتصدط للمحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإدارية بتتصدق له كل يوم خلي بالك قرار الندب لازم يكون محدد بها حاجات محددة على سبيل التفصيل ومشروعة جدا وفي حالة إنه أي حاجة منها انتفت أو مش موجودة يعني على سبيل المثال الموظف منقول من وظيفته لوظيفة زيها أو أعلى لكن مش أقل منقول من وظيفته من مكان لمكان تاني تقول لي إنه مدة ندب سنة سنة ونص سنة ونص قبلة للمد لفترة تانية حسب احتياج العمل ولكن ما تسيبش الدنيا فضيعة كده صداح مداح ضمانات الندب عدم جواز ندب الموظف إلا بطلب منه هو اللي وقف في إنه ينتدى في اسكندريا في وقت المقاعد حصل عجز في موظفين الشهر العقاري في المأمير جت الوزارة فهنا الموظف اللي أقدم على الحاجة زي كده هو يقدم ب موافقته لو خلصت مدة الندب لازم أخطر موظف قبلها ب شهر على الأقل يحدد في قرر الندب الجهة والوظيفة المنتدب إليها ومدة الندب وتاريخ بداية الندب نقطة 4 مستحقات الموظف المنتدب لو الندب كل الجهة المنتدب لها هي اللي تدفع الأجر لو الندب جزء يبقى الجزء هيدفعه الجهة المنتدب منها وجزء الثاني هيدفعه الجهة المنتدب إليها طيب لو ندب في غير أوقات العمال الرسمية يبقى له مكافأة بيتحددها الجهة المنتدب إليها الموضوع ده ما لفيش ليه استثناءات الاستثناء الوحيد اللي موجود فيه هو الندب للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الجهة المنتدب منها كامل الأجر في الحالتين الأتيين إذا كانت طبيعة الأعمال المنتدب إليها الموظف تتأبأ أن يتقادأ أي مبالغ من الجمعية أو المؤسسات الأهلية المنتدب إليها عدم قدرة الجمعية أو المؤسسات الأهلية على تحمل قيمة الأجر المكمل للمنتدب سبعة التقارير بتاعت الموظف بتحطها الجهة المنتدب إليها إذا كان ندب كله وفي حالة أن يكون ندب جزئي كل جهة تطلع تقاريرها حسب الوقت اللي اشتغلوا عندها الموظف ترجمة نانسي قنقر